الحمد لله على نعمة الأهل ولا يفوتنا في هذه المناسبة وهذه التفاصيل أن نذكر ذكرى رحيل واحد ممن أحبوا الأهل بصدق واحد عاش ثابتاً على مبادئ الأهل ومات بطلاً في ملعب الأهل الراحل العظيم الكابتن ثابت البطل ألف رحمة ونور على روح ثابت البطل الطيبة الطاهرة ثابت البطل يا جماعة واحد من اللي أحبوا الأهل بجدعانة أحبوه برجولة أحبوه بصدق أحبوه بوضوح كل سبات الشخصية الواضحة الصريحة الدغري الجادة الشجاعة كانت في شخصية الكابتن ثابت البطل غداً تحل ذكرى رحيله ويرحل في عيد الحب لأنه أحب الأهل بصدق كابتن ثابت البطل قبل ما المهندس عدلي يتكلم عنه هقولك سريعاً هو من موليد 16-9-53 توفي فجر الأسنين 14 فبراير 2005 متأثراً بمرض سرطان البنكرياس انضم للنادي الأهل عام 72 عن طريق الكشاف الشهير عبد البقال وبدأ تمثيل الأهل رسمياً في عام 74 ضمن جيل التلامزة التاريخي لغاية لما اعتزل في 91 لم يرتدي غير فانلة الأهلي خاض ثابت البطل بفانلة الأهلي 225 مباراة محلية وساهم مع الأهل في إحراز بطولة الدوري 11 مرة وست ألقاب لكاس مصر وست ألقاب قرية على الصعيد الدولي دفع ثابت البطل عن شعار المنتخب القومي في 60 مباراة وساهم في وصول المنتخب لدولة الألعاب الأولمبية مرتين لكن لم يانا الشرف المشاركة في الأولمبياد لسوء الحظ الأولانية في أولمبياد 80 اللي انسحبت مصر منها من أولمبياد موسكو ولم تشارك فيها والتانية في أولمبياد 84 في لوس أنجلوس تعرض للإصابة ولم يشارك لكنه كان له دور كبير في فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية 86 يحمل كابتن ثابت البطل عليه رحمة الله رقما قياسيا في الحفاظ على نظافة شباكو في 1442 دقيقة متتالية إذن الرقم القياسي للكلينشيت على رأي محللي هذه الأيام لسابة البطل ب1442 دقيقة متتالية رقم القياسي ده فضل صامد لم يقترم منه أحد على الصعيد المحلي والقاري ويبقى رقمه ليجعله التالت على مستوى العالم بعد الحارس البرازيلي مزورابي والكويتي نواف خالد الخلدي بعد اعتزال الكابتن ثابت البطل انضم لمنظومة العمل الإداري في النادي الآلي وكان واحدا من أشهر وأوضح وأقوى من جلس على كرسي مدير الكرة في النادي وساهم خلالها في فوز الآلي بستة ألقاب لبطولة الدوري ولقب لكاس مصر ولقب للسوبر بالإضافة إلى أربع ألقاب عربية ليكون ثابت البطل الإداري حاصد الألقاب ثابت البطل رحمة الله عليه لخص حياته كلها في لقطة يوم الوفاء اللي هو يوم الوفاء ويوم الموفاء ويوم الوفاء لللحظات الأخيرة وصروته بتقوله من فضلك ما تنزلش تروح المطش الطبيب بيقوله من فضلك ما تنزلش المسترمان جوسي مشفق عليه جدا ولكنه أصره وكانه يشعر أنه في اللقطة دي يشعر أنه يريد أن يلقي بنظرة الوداع على معشوقه الأهلي في آخر مباراة له وكانت أمام الزمالك وفاز بها الأهلي وكل ما كان الكابتن أبو تريكا يعني يجيب جوني يروح يقبله على رأسه وهو متدثر بالبطنية وزا ما أنتم شايفينه كده رجع يعني زا بيقوله ما طلعش عليه الصبح ثابت البطن كانت شخصية فريدة في كل شيء فريد أنه هو راجل هالكلمة دي بتلخص كل حاجة مش بس فيه أنه هو يعني مظهر الجد ولا بس أنه هو يعني تحمل المسئولية ولكن في مواقفه الرجولة أستاذ إبراهيم بيلخصوها في أنك تبع عندك شجاعة عندك مواجهة ما عندكش لقم ولا كد ولا نفاق في نفس الوقت يعني تحمل المسئولية كل دي كانت صفات موجودة في الكابتن الثابت ثابت والعجيب والمدهش أن ده كان يترجم في الستايل الفريد الذي لم يقلد به أحد ولم يقلده أحد ولم يلعب سابت البطل في حراسة المرمى ما شفناش لحد قابليه ولا حد بعديه بالستايل ده سابت البطل كان يتحرك للكرة وأكن الكرة سهلة كل الكرة سهلة خطوة يعمل لك كده خطوة يعمل لك كده خطوة يعمل لك كده لا كان بيبسط لك حراسة المرمى بالزكاء والتوقع وحسن زي أقول التمركز عنده موهبة فريدة كان في هذا الشأن فهو كان يونيك فريد في كل شيء وكان السعقة دي الميتة التي يعني يغبطه عليها كل الألوية رحمة الله عليه ولأسرته كل الصبر والسلوان والفخر بمسيرة أنه انتم إليها وانتمت إليه ألف رحمة ونور على روح الكابتن سابت البطل